تعليقك أستاذ أقرطيط على العنوان العريض الذي اكتسته هذه الزيارة لسيد ناصر بوريطا إلى روما خطة عمل شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بمعنى آخر فيها شق أكيد سياسي وآخر اقتصادي وأمور أخرى لها علاقة أكيد بملفات حريجة تشكل هاجس لكل البلدين الهجرة تنسيق الأمن إلى غير ذلك من الملفات التي عادة ما تكون مطروحة مع الشركة الأوروبية هو كما قلت بعد الإعلان المشترك لسنة 2019 بين وزير الخارجي ناصر بوريطا ولويت جيدا ديماريو الوزير الخارجي الإيطالي أعتقد على أن أرغم هذا الفصل الذي كان بطبيعة الحال هذا الفصل الذي تأثرت فيه العلاقة بين المغرب وبين إيطاليا بسبب بطبيعة الحال حكومة اليمين التي تقودها ميلوني إلا أن في نهاية المطاف كما قلت على أن الدولة الإيطالية هي دولة مؤسسات وعلى أن الدولة الإيطالية هي الدولة بطبيعة الحال لها مصالح استراتيجية لا تنتصر للضرفية وبالتالي أعتقد بأن توقيع خطة العمل هذه بطبيعة الحال أولا ينبغي أن نكون واضحين أنه في عالم المال والأعمال ينبغي توفير المناخ للعلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين وبطبيعة الحال هذا المناخ هو مرتبط بالجانب السياسي ومرتبط بالجانب الدبلوماسي بمعنى هو إعطاء انتعاش جديد للعلاقات المغربية الإيطالية من خلال إقرار التفاهمات التي كانت قد بني عليها الإعلان المشترك لسنة 2019 بمعنى هو الذي وضح فيه أنداك وفي حينه أنداك سيد ناصر بوريطا وكذلك سيد وزير الخارجية الإيطالي بأن إيطاليا والمملكة المغربية لهما تطابق الرؤى فيما يتعلق بمسألة الأمن والسلم على المستوى الإقليمي بحضور لهما نفس الرؤية فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للخلاف الليبي وكذلك لهم نفس الرؤية فيما يتعلق بتطوير العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأكثر من ذلك أنا أقول أن الدبلوماسية المغربية التي تسترشد بفكر سياسي وبرؤية سياسية بطبيعة الحال والتي تعاملت مع هذه الأزمة هذا الفاصل من الأزمة في العلاقات بين البلدين هذه الدبلوماسية تخذت الموقف المناسب في الوقت المناسب من خلال عمل دؤوب لتدليل أو على الأقل لتتضح الصورة فيما يتعلق بماذا تريده ميلوني بطبيعة الحال من خلال هذا التقارب أولا مع الجزائر خلال هذا الفاصل استطمر النظام الجزائري في تقاربه مع حكومة ميلوني انطلاقا من حاجات ميلوني للطاقة لكن في نفسه الآن كانت الدبلوماسية المغربية كما قلت تشتغل في هدوء لإعادة القطار إلى سكته الصحيحة من خلال كما قلت الإعلان المشترك القوي الذي كان قد وقع في سنة 2019 والمذكرات التفاهمة التي جاءت بعد ذلك معنى أن المملكة المغربية لم تستفز حين روج الإعلام نظام الجزائري لافتتاح قنصلية بطبيعة وما هي بقنصلية وكانت تضيح من سفير إيطاليا بالريباط الذي عبر عن موقف واضح لبلاده فيما يتعلق فقط ينبغي التذكير على أن كما قلنا على أن موقف إيطاليا دائما من المملكة المغربية كان موقف متوازن جدا فيما يتعلق بقضية صحراء بمعنى وأكثر من ذلك اليمين المتطرف في إيطاليا لم يستطمر أبدا في هذا الخلاف بين المغرب والجزائر حول مغربية صحراء أشكرك